للحديث عن التسويق وما يحتاج إليه إلى حنكة ودراية بالسوق واطلاع على الأساليب الترويجية الحديثة بالإضافة إلى كون في مبتدئين وأيضا في ناس متخصصين فما هي مهارات التسويق الأساسية وكيف يمكن اكتسابها وشن الأخطاء التي تؤخر نجاح مشروع تعرق الظهور للعلن للحديث حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حمزة تقي وهو مستشار في التسويق نقول صباح كلاب الخير صباح كلاب النور أستاذ سليمان حياكم الله أهلا وسهلا فيك بيتكم وكانك في البداية ونعرف أي مشروع شنه هو السر في نجاحه مشروع يعني بزنس يعني عمل وأي عمل يحتاج التسويق لأن التسويق نشوفه عملية ترويجية فقط يعني احنا لما تسأل أي شخص ما هو التسويق يقولك دعايا وعلان أو ترويج لكن التسويق هو مفهوم كبير وفلسفة كبيرة التسويق أصلا بدأ عشان ينظم العمل عامة فإذا بننظر إلى التسويق بنظرة شمولية التسويق هو الأنشطة الإدارية المسؤولة عن إيجاد أو معرفة احتياج العميل وربما توقع احتياج العميل وتلبية هذا التوقع أو الاحتياج بربحية أنك أنت تلبي احتياج السوق أو احتياج العمل هذا شيء مو موجود فأنا لما أبتكره علشان أوفر على المستهلك أو الشخص الذي يحتاج هذه الشغلة الخدمة أو المنتج أو السيرفيس عادة فأنا يعني برجع إلى أن التسويق ما هو ترويج فقط ما هو أعلانات فقط ما هو أدفرتايزنج فقط لا هو مفهوم كبير وهو أصلا يعني قبل بداية الصناعة كان الناس تصنع عدل مع ذلك سيارات جنال الموتر أو فورد كانوا بروحها بالسوق يقول تقدر تأخذ أي لون تبي طالما أنه أسود يعني شنو يعني كيفك هذا الموجود منوبلي سيارة نوع واحد مادل تي مادل وسودة ما عندك مجال ثاني ما في مجالات ثانية فتأخذها تستر تأخذها وبعدين صار بردكشن وصار وايد انتاجية وقامت تتكدس عندهم البضاعة فطلع مفهوم البيع قبل التسويق وطلع مفهوم البيع ان يروحوا يطقون البيبان مثل ما قبل يبيعون مثلا جرائد أو يبيعون الموسوعات أو الأمور هذه فيطقون البيبان عن الناس يقولون تعالوا عندنا البضايع هذه بيعه وبعدين يا التسويق قبل تقريبا 110 سنوات أو 120 سنة طبعا أنا أقول لك التسويق بمفهومة الأكاديمي والعلمي لكن التسويق موجود من أبد الأودين بطرق مختلفة فيا مثل معهد التسويق في اليو كي بيركشاير نظم العملية من قبل 110 سنوات وقال ان المفروض المصنع أصلا ما يصنع المنتج على كيفه المفروض يطالع السوق السوق شنو يبيعون ويلبي احتياجاته وبعدين طبعا يعني فيه ناس مثل ستيف جوب طلع شيء مثل الآيباد أو ما يسمى باللوحة الإلكترونية يعني الآيباد شنو فكرته ما كان فيه آيباد كان فيه تليفون وفيه كمبيوتر أو لابتوب شاف إنه فيه فجوة بين التليفون وبين الكمبيوتر فقال لازم أنا أغطي هذا الفجوة إذا يسوى كبر التليفون طلع اندستري كامل الصناعة كاملة يعني كل الحين الإلكترونيات مصارع الكلين عندهم الجهاز هذا التابلت يصنعونه فصار ملتي مليون دالر اندستري فالتسويق إذا إحنا بنفهمها لازم أنت تحدد السوق بعدين حتى في المثال اللي طرحته صلى حمزة التسويق كان وقتها الآيباد كان موجود ولكن خشوه طلعوا الآيفون بعدين ردوا وسوقوا الآيباد هذا يعني شنو تعطيك مفهوم صلى سلمان المفهوم اللي تعطيك هي أن أنا لازم أركز على السوق وكلمة التسويق يا أي من وين؟ من السوق شنو هو السوق؟ طبعا أنا لما أتكلم بمحاضراتي شنو هو السوق على طول اللي يظهر بالبال يعني اللي يطلع بالبالهم الأفنيوز أو ثري سكستي أو أماكن البيع لا السوق هو الأوادم الناس اللي موجودين بالسوق حتى لما تقول أنت مثلا خنقول نسبة تلفزيون المجلس نسبة المشاهدة فيه أربعين بالمئة معناته الناس أو حصة سوقية نقول حنا حصة سوقية بالعمل حصة سوقية تلفزيون المجلس مثلا أربعين بالمئة معناته أربعين بالمئة من المشاهدين بالكويت يشاهدون قناة المجلس فالسوق هو الناس وأنا أقول دائما أن التسويق هو علم الإنسان أنت تعرف شنو الإنسان يبي شنو يعرف وفيه أدوات كثيرة طيب إحنا الحين شرحناها بشكل عام ولكن عودة إلى السوق الكويتي مرة أخرى وش كثر التسويق خل هذا السوق ناجح في الكويت مع وجود طبعا شركات المشاريع الصغيرة وحتى الشركات اللي بدت تدخل اللي ما كان عندها التسويق وبدت تدخل في علم التسويق إذا فهمت سؤالك بطريقة صحيحة طبعا إذا بنتكلم عن المشاريع الصغيرة والجهود مثلا عش كثير فعادهم التسويق هني شوف يعني هني ردينا مرة ثانية إننا قاعد نشوف التسويق بالناحية الترويجية فإذا أنت يعني كعمل خلنقول مشروع صغير أو مشروع متوسط أنت لازم أول شي تدرس السوق تدرس الأوادم تدرس الناس والتخصص في شريحة معينة من الناس اللي أنت تبتخذهم في خدماتك أو في المنتجات اللي أنت قاعد تبيعها أو بالبزنس اللي أنت قاعد تعمل فيه فأنا لازم أتخصص لازم أعرف مثلا أنا يبقى بتخصص حق شريحة الأطفال فأكرس جهدي أني أطلع خدمات ومنتجات للأطفال فقط وحتى في عمليات الترويجية والإعلانات ملوتي رح تتغير شكلها يعني غير لما تعلن أنت حق شخص كومنيكيشن أو اتصال لما تعلن حق شخص كبير أو ريال عود غير لما تعلن حق طفل العلان يختلف، الطريقة يختلف، الأسلوب يختلف فبالتالي حتى يعني لازم تفرق إحنا مرات نشوف بعض المشاريع الصغيرة والأخطاء اللي يظلم فيها يقول لك أنا أبي لا ليش أخذ الشريحة بسيطة؟ أبي السوق كله أنا أبي بيع حق السوق كله عشان أكبر ربحي ما تقدر أنت تبيح حق السوق كله شنو إمكانياتك تبيح حق السوق كله شنو الميزانية مالتك حق التسويق شلون تنشر تروج المنتج مالك حق السوق كله تحتاج إلى صناعة إعلامية كبيرة لكن إذا أنت حددت الشريحة مالتك المستهدفة اللي أنت تبيح سوق لها أسهل بعدين تقدر تكبر يعني لما تنجح مع الشريحة اللي أنت مستهدفها يعني أمش لا تركب أمش لا تركب أمش لا تركض وهذه هي يعني هنا يعني عموما مستعيلين نبي نوصل بسرعة ونبي نوصل لا لازم تأخذ خطواتك وتأخذ يعني شريحة تنجح فيها بعدين تكبر تأخذ شريحة ثانية تنجح فيها هنا الريسورسز أو الدخل اللي يات من الشريحة هذه تقدر تستخدمها وتعيد استثمارها لاستهداف شريحة أخرى أو تطوير منتجات أخرى يتهتم في شريحة ثانية يعني تعتبرها من الأخطاء الشائعة سارفت أن أنا ببيع حق السوق كله طبعا طبعا ما تقدر طيب إذا نبين تكلم عن مدى تطور الأساليب التسويقية في الكويت في الفترة الأخيرة صارت يعني شطحات يعني 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 طبعا يعني قنات القنوات تغيرت التسويق مفهومة ما زال هو ويصير عليه إضافات ويصير عليه بعض التطوير لكن أساسه أساسه هو اللي تطورت القنوات أو وسائل الترويج أو وسائل أنك إنت شلون توصل حق الشريحة اللي مستهدفة وطبعا السوشال ميديا هذه والتكنولوجيا عموما ساعدت في هذا المجال طبعا مرة ثانية أرجع حق الشريحة اللي مستهدفها إذا أنا مستهدف شريحة الكبار السوشال ميديا ربما ما تخدمني يعني مو كل الكبار يستخدمون السوشال ميديا ليه الحين في ناس يتجهون إلى الجريدة مثلا وليه الحين في ناس يتجهون إلى التلفاز فأنا لازم أخلط وأشكل في نوعية إذا بوصل حق قدة شريح معناتي لازم أعلن هنا وعلن هنا هذه تكلفة كبيرة فأفضل أني أنا أركز بالسوشال ميديا طبعا يعني أتاحت مجال أني أنا شخصيا في خدماتي أقدر أسوق حق نفسي ما أحتاج أني أروح الجريدة ولا أحتاج أحط إعلان ولا أحتاج مثلا أحط إعلان بالتلفزيون خاصة نحن نحط إعلانات وقت رمضان يعني نشوف الشركات الكبيرة والبنوك وإلى غير يحطون إعلانات يركزونهم برمضان ليش يركزون الإعلانات برمضان مثلا ليش ما يحطونهم على مدار السنة توقع ليش يابونها الشريحة لأن أقلب العائلة برمضان تكون متواجدة وخاصة وقت الفطور وحزت الفطور مع مسلسل شيق أو كذا يكون الإعلان أغلى ليش؟ لأننا متأكدين أن نسبة المشاهدة والمتابعة نسبة المشاهدة والمتابعة أكثر يعني أنا بالأيام العادية عادية أقول حق الأهل ما يلقى لكن برمضان أقول لهم ما يلفطور ما يصير يعني ما أدر لا كل الأهلة موجودة ويضمنون مثل بالنسبة حق الأمريكان عندهم السوبر بول الفوتبول لما يلعبونها الإعلانات هناك تكون يعني أسعارها خيالية توصل ملايين أنت بسوقي كبير فالمشاريع الصغيرة يعني المفروض أنا كمشروع صغير لازم أتخصص بشريحة وشريحة ممكن تكون أنا تخصص يكون بيزنس تو بيزنس أو بيزنس تو كونسيومر أنا قاعد أستخدم أستهدف أفراد أو شركات أو شركات وإذا الشركات ترى ما أحتاج إعلان ليش ما أحتاج إعلان حق الشركات بالأفراد يعني تشوف مثلا دعايات بيبسي كولا أو كوكولا تعرسه شيء وارع مرات تقول أنت إيش حقيقي يعلنون ما أعروف هذا المنتج بس هو ما قاعد يعلنون حق الأجيال الياهية في أطوال أطفال قاعد تطلع وتشوف الإعلانات هذا وترد وليلتي أخر بعد وفي لويلتي وبعد أننا نحن موجودين وهذا البراند مالنا وهذه الماركة مالنا نحن موجودين متواجدين ما رح ننتهي فبرجع أنا حق موضوع المشاريع الصغيرة طبعا موضوع المشاريع الصغيرة والصندوق الوطني اللي يدعم المشاريع الصغيرة طبعا هذه بادرة مميزة وممتازة جدا جدا لأنه أنت اللي يخدم اقتصاد البلد المشاريع الصغيرة ويوم من الأيام هذه المشاريع الصغيرة رح تكبر وربما تكون مصانع أو تكمل شركات كبيرة وتوظف كويتيين وتعطيهم رواتب وهذا اللي رح يدخلون السوق ويسوون استهلاك وكذا فهي يعني إذا بنطالع مثلا أبل أبل صارت شركة يعني عالمية وغزت العالم كلها أبل بلشت بقراج أثنينها واحد يعرف يفهم بالماركتين ستيف جوب ويعرف فن الفيجن والرؤية البعيدة واحد تقني ويعرف بالفنيات مع بعض التحدى ومن قراج سووا كمبيوتر وكان عندهم الإصرار طبعا فشلوا فشلوا وايد وتفعوا فلوس كثيرة يعني من عرق جبينهم لكن الاستمرارية والإصرار هي المهم الدراسات تقول 97% من المشاريع الصغيرة تنشأ وبعدين تروح تختفي ليش؟ لأن أغلبها طبعا ما يكون عندها الباشن أو الشغف حق اللي قاعد يسويه نعم أو من درد فكرة شافها بمكان وهذا قال خلعي يبهب الكويت ما خلها حق السوق الكويتي مرة ثانية أرجع حق التسويق والسوق هي علم الإنسان علم السوق السوق هذا يختلف عن السوق السعودية يختلف عن السوق العراقي يختلف عن السوق الخليجي يختلف كل سوق لا خصوصياتها لا ناسها فأنت لازم تعرف السوق أول وتعرف شن اللي يبيه بعدين تتيب البضاعة أو المنتج أو الخدمة اللي تبيها عشان تنجح ويكون لازم إصرار لأنه راح يواجهك فشل في ناس ربما ما تعجبهم المنتج سال حمزة هو يعني علم التسويق هو علم الوصول إلى المستهلك فأنت لما يكون عندك تتعامل مع هذا المجتمع فبالفترة الأخيرة قاعد نشوف في بعض الشركات مثل ما تفضلت أنت يعني عطتنا أحصائية تطلع وتسكر ولكن في بعض الشركات لا عندها خطة تسويقية بحيث أنها تكون متواجدة وتتواصل مع أكبر قدر ممكن ولكن دخول السوشيال ميديا مثل ما تفضلت سال حمزة صعب ولا سهل لا سهل سهل طيب بما أنه سهل إذن الخطط الاستراتيجية شغالة للتسويق شقالة شقالة بس أنا أقول ليش يفشل مثلا هذا الشخص أو هذا البزنس أو هذا العمل ليش يفشل لأن ربما المنتج أصلا أو الخدمة اللي قاعد يوفرها بالسوق بالسوق لا يحتاجها صح أو الناس لا يبونها نحن نتكلم عن الحالة الـ التي تكون مناسبة للمجتمع وتكون فيها كل العوامل في شروط مثل ما تفضلت اللي هو مثلا ما عند الباشن أو حتى لعدم التفرغ وساعات بالكويت يقول لا والله أنا ما أقدر أهدو وظيفة الحكومية أو صاحب بالين شذاب يعني التركيز مهم سلمان يعني إذا شفت أي إنسان يركز في عمله لمدة يعني خمس سنوات وينجح خلال خمس سنوات رح يستمر خلال الخمس سنوات رح يتواجه يعني يعني مثلا أنت تفضلت أستاذي أنه يبي يعمل بالحكومة ويبي يسوي بزنس الخاص ليش لأنه خايف وإحنا تعودنا يعني صار عند تبرمجنا تبرمجنا أنه 22 شهر 23 شهر في مبلغ رح يزل بحسابنا ويتينا مسج فصرنا يعني بنمط استهلاكي أن أنا عندي دخل وأدري الدخل هذا رحيني كل شهر فأصرفه أصرفه مرات من غير سنع ومن غير فايدة ومن غير تفكير عشان شذي مثلا اللي يسوون البزنس الخاص تلقى لا يهتم بالدخل ماله لأنه مرات يشتغل مرات ما يشتغل مرات يشتغل في مثلا في طفرة وقت معين أو في سيزن معين أو في مجال معين وبعدين يصير سيزن يضعف أو كذا فيكون شغلة سيزن فلازم يحافظ على دخل ما يلعب فيه أو كذا فهذه القضية الاستمرارية والإصرار والإرادة أنك أنت أن هذا المنتج اللي عندك أو الخدمة اللي أنت قاعد تأديها لها 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 منفعة ولها لجمهور كبير وما تطالع بس المبلغ اللي أنت راح تدخله يعني التركيز طبعا أنا ما أقولك أنه لا ما بيكم تسيرون مليونيرية ولا بيكم تنجحون وتدخل أعمل وحصل الفلوس وهذا شيء معين بالعكس وخلك غني لأن الفلوس هذا تقدر تسوي فيها أنشطة ثانية ربما هنشطة خيرية تخدم ناس فيها بالعكس يعني اتعب على نفسك وحط لك هدف أنك أنت تبتكون ملياردير أو مليونير طبعا مليونير راح يقولون مو شيء يبون ملياردير العالم فأختم هدف هذا واتعب على نفسك وطالع نفسك وطور من نفسك خاصة بالمجال اللي أنت بتعمل فيه طيب يعني ما يصير واحد يفتح لي قهوة واخوة عمره ما يشتغل بقهوة يعني خبايا البزنس وداخله شنوه يعني لازم على الأقل يشتغل بستاربوكس 13 14 يعرف الطرق والبروسيس والنتائج وهذه ترى على فكرة سلمان هذي اللي يسمونها المزيج التسويقي المزيج التسويقي يعني من يعني من الأدوات التسويقية هو المزيج التسويقي يعني لازم يكون عندك منتج بروديكت لازم يكون عندك برايسنج لازم يكون عندك برويشن اللي هو الترويج هذا اللي نحن نركز عليه أكثر شيء ولازم يكون عندك مكان مكان طبعا المكان الحين مع التكنولوجيا ومع السوشال ميديا يتغير في ناس قاعد يبوئ من بيوتهم في مثلا أمازون جاف بازل هذا سوى يعني شيء سوق افتراضي افتراضي بس يعني آخر تقرير قريتا فيه 350 مليون واحد عنده بطاقة مصرفية حاطها مسجل ومستعد للشراء وين تحصل أنت سوق فيه 350 مليون كريديت كارد جاهزين أنه بكليك يشتري فهذا سوق فخم أو علي بابا مثلا أو غيرها فالفكرة أنه أنه أنت راحت مني الفكرة اللي بوصلها بس أنه يعني وجود مثل هذه الأسواق الافتراضية في هذه الأيام صار عندنا تقريبا أشياء مشابهة ما هي ما هي ما هي أمازون ولا هي علي بابا صح بس شنو هي أنجح الأساليب التسويقية اللي تناسب سوق هل فيه مثلا علامات تبين هي مرة ثانية أرد أنا أقول شنو المنتج اللي عندي شنو هل أنا مستهدف شريحة معينة هل أنا يعني عارف أن هذين المحتاجين هذا المنتج أو هذه الخدمة فإذا أنت طبعا لازم تسوي دراسة تسويقية لازم تعرف لازم تشيك بين أهلك بين ربعك دراسة الجدوة والدراسة التسويقية هذه خاصة منها ولكن ولكن في خطوط عريضة مثلا للتسويق مع السوق الكويتي طبعا لازم لازم أنت مثلا يعني السوق الكويتي سوق طفرات يعني الشباب ما يحب يحب التغيير يحب التجديد يحب اليديد ففيه مثلا أنت تفتح مطعم ممكن بعد كل سعة تشهر تغير الثيمة المطعم كلها وتغير الاسم عشان تجدد وتطور الموضوع لأن ربعنا هبة يديش بمطعم أو يديش ببزنس أو مكان مقدم للخدمة يستغل يستغل بعدين المطعم لازم يجدد لازم يظل يجدد لا يظل على اطمام المرحوم لازم على طول يجدد بالمنتج ماله ويسوي تعزيزات ويسوي عشان يستمر حتى كوكوكولا كوكوكولا لماذا لا يكون موجودين ترى ليس معتمدين على الكوك هذا اللي نعرفه فقط عندهم تقريبا ما يغارب 70 منتج ثاني من عصائر ومياه لأنه شافوا وأنه سوق خاصة بأمريكا اتجه إلى ناحية الصحة والهلسافي وأنه عندهم السمنة والأمور هذه فكوكولا بدلا يظل على نفس المنتج لا طور منتجات صحية 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 عشان يظل بالسوق لأنه عنده نفس المنافذ اللي بليس قاعد يوزع منها عنده المنافذ عنده المصانع عنده النوهاو عنده الشبكات اللي يوزع فيها والهيستري والهيستري طبعا كاسم وبراند أو ماركة تجارية الناس تحترمها وتقدرها فبالتالي أي منتج يحطه تحت البراند ماله مالكوكولا رح يمشي الناس ترتاح لها يعني عارفينه وعارفين شنو هو كوكولا فأي منتج سواء سواء كان ماء أو عصير يعني حق الناس اللي يفكرون بالصحة والهلث الطالع مثلا مكدونالز مكدونالز هلأ هو مكدونالز مثل ما كان لما اليوم أي أن كان المطعم أي أن كان المطعم وهو بالنهاية يعتمد على السوق اللي داخله بالإضافة إلى مجموعة من العامل التاريخية والمجتمعية أنت طوير المستمر للمنتج ما أضل الناس قاعد تغير سوقك قاعد تغير الناس فيه أجيال ثانية قاعد يطالع الأمور بطريقة مختلفة هذا اللي ودينا للتسويق التفاعلي كل شكر لك الأستاذ حمزة تقية مستشار في التسويق شكرا لوجودك معنا في كويت اليوم هاي ستعد مباركة ساتي كبرك وشكرا لكم للاستضافة بيتكم مكانك شكرا لك اشتركوا في القناة